عزائي المشاهدين متابعين الكرام كنا معكم في يومين متتاليين على أرضية ميدان فلي في هذا السباق المتجول في محطاته بين ولايات السلطنة الذي دائما يأتي دعمه من مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نقدم له الشكر والتحية أبناء عمان أبناء قابوس الخير على هذا الدعم المتواصل على جميع مياديننا السلطنة فهكذا وصلنا إلى ختام هذا المهرجان إلى ختام هذا الكرنفال هذا العرس التراثي بشوط الزمول وهدير الزمول من مسافة ثمانية كيلو متر هناك أذهب مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة مع شاهين ذياب بن محمد بن سالم الشبيبي على المركز الأول ولكنه ينخطف من يحمل هناك الله هذا هو النجم نجم 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 صاحب المرشحين هناك الكل يرشح النجم حمود بن محمد بن سعيد الحارثي هناك يقود لنا نجم في هذا الشوط أما المركز الثاني فالتواجد هناك من شاهين حارب بن حمد بن راشد المحروقي والمركز الثالث هنا القدوم من هملول علي بن حمد بن علي بن عبدالله الحبزي والمركز الرابع هناك من يحمل رقم اثنين شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الخامس التواجد من يحمل رقم عشرين شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز السادس هنا السادس المراكز وغير مدون في كشف البيانات والمركز السابع يحمل رقم ستة اللي هو شاهين لحمود بن رغش بن سالم العويسي ولكن العودة إلى الصدارة العودة إلى المقدمة وهناك الصدارة والمقدمة يا سلام أذهب مع هناك مع الزمول فحول المستقبل الله يا سلام بنوك المستقبل الله 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 الصدارة والمقدمة هناك مع جمهوره النجم يا سلام القادم من ميدان المشرف في ولاية المضيب هناك مع حمود بن محمد بن سعيد الحارثي قدم لنا النجم لأن جمهور النجم كل المعشاق والمطالبين بنجم أن يتواجد في هذه المحافل الكبيرة صاحب الإنجاز قبل أسبوعين على أرضية ميدان ولاية صحم المركز الثاني وهناك شاهين ومحمد بن سعيد بن حزيمي العويسي يا سلام المركز الثالث ثالث المراكز هناك شاهين حارب بن حمد بن راشد المحلوقي والمركز الرابع هملول تواجد في رابع المراكز علي بن حمد بن علي بن عبد الله الحبسي قدم لنا هملول راعي الإنجازات وراعي السيارات يا سلام المراثون قريب يا أبو علي هذا صاحب السيارة في 17 كيلو متر بالعام الماضي الله الله المركز الخامس وهناك شاهين اذياب بن محمد بن سالم الشبيبي من قدم لنا ذي شاهين الله في المستوى الخامس ولكن العودة مع النجم أن نعود إلى النجم هناك مع الصدارة مع المقدمة الله 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 النجم النجم احمود بن محمد بن سعيد الحارثي الله من قدم النجم من تابع النجم من وصل النجم إلى هذا المستوى السلام ولكن المركز الثاني الله 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 هناك بهذه العدسات الجميلة التابعة للهجانة السلطانية مع المبدع المصور من الهجانة السلطانية ياخذ لنا لقطات جميلة في هذا الشوط شوفوا كيف الثلاث في موقع واحد بتقدم بسيط من شاهين لمحمد بن سعيد بن حزيمي العويسي وصل هناك هملول هملول وصل إلى ثالث المراكز لعلي بن حمد بن علي الحبسي والمركز الرابع هناك شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الخامس هناك نتراجع قليلا حتى نتجول بهذه العدسات الجميلة المتابعة لهذا الاحتفال وهناك التواجد من شاهين حارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن أذهب إلى الصدارة أذهب إلى المقدمة أذهب هناك مع من هناك على الصدارة المسيطر على المركز الأول على التحدي الأول على القمة يا سلام هذا هو شاهين هذا هو نجم نجم يا سلام على هناك على الصدارة وبالفعل نجم يلمع في السماء وهذا النجم يلمع على أرضية الميدان روح يا مالك نجم روح يا مشجعين نجم وجمهور نجم الله 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 حمود بن محمد بن سعيد الحارثي من قدم لنا نجم ولكن يا راعي نجم هناك شاهين وهناك هملول والشوط في خطر والمسافة ثمانية كيلو متر أول افتتاحية الثمانية في هذا اليوم الله 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 المركز الثاني مع شاهين محمد بسعيد بالحزيمي العويسي والمركز الثالث الذي متواجد هملول لعلي بن حمد بن علي الحبسي والمركز الثالث المركز الرابع هناك شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي في رابع المراكز والمركز الخامس شاهين لحارب بن حمد بن راشد المحروقي هذه هي الخمس الذي أكتفي بها النداء وعودة مع النجم حتى العدسات كلها تكون مراقبة النجم لأن وسائل هناك النقل كلها تتابع نجم وهناك المواقع الاجتماعية التواصل الاجتماعي هناك ينتظرون نزول الروابط والأسماء الفائزين وجمهور نجم ينتظر هذه اللحظات اللحظات الذي تبقى في هذا الشوط ونجم هناك مع القيادة النجم مع الصدارة النجم مع الصدارة يا سلام بقيادة عمود محمد بن سعيد الحارثي هناك الله الله القادم من المشرف من ميدان المشرف في ولاية المضيبي المركز الثاني الذي تواجد فيه شاهين محمد بن سعيد بالحزيمية العويسي المركز الثالث شاهين لدياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الرابع هناك هملول لعلي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الخامس بعيد ولكن تواجد شاهين لحارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة أعود مع النجم النجم مسيطر النجم يتفنن على الصدارة يبدل على يمينه وعلى يساره الله 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 النجم هناك يا سلام ممثل المشرف قدم لنا مع النجم وقدم لنا النجم في شوط الختام في ختام هامسكة هناك حمود بن محمد بن سعيد الحارثي مالك نجم ومضمر نجم الله يا سلام أما المركز الثاني فهناك لا يقل همية من هذه الأسماء الكبيرة وهناك تواجد شاهين لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي يا سلام ابن مضمر شذى والشاهينية التي فازن في أشواط الحول من الثمانية المملوكات للهجانة السلطانية مع المتابع هناك سعيد بالحزيمي العويسي يا سلام وها هو قدم لنا هذا الشعار شاهين للمملوك لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي قادم من جعلان أتى للمشاركة هنا في هذه الأشواط أشواط الكبار أشواط العمالقة ولكن شاهين هناك ذياب بن محمد بن سالم الشبيبي في ثالث المراكز والمركز الرابع هملول علي بن أحمد بن علي الحبسي تواجد في المركز الرابع المركز الخامس خامس المراكز وهناك مع شعار المحروقي شاهين حارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن العودة إلى الثلاث الذي زان بهن اللقاء الثلاث الذي يتحده الله 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 القوة والأثارة نجم وشاهين وشاهين الله يا سلام ميدان جعلان وميدان المشرف وميدان الفتح الله 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 هذا هو نجم ما زال مسيطر على المركز الأول مع القيادة الأولى مع الريادة الأولى الله يا نجم روح يا نجم روح والسيارات كلها تتابع نجم الله 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 نجم والمالك حمود بن محمد بن سعيد الحارثي أما المركز الثاني وهناك شاهين محمد بن سعيد بن حزيمي العويسي يا سلام المركز الثالث وهناك التواجد من شاهين لذياب لذياب من محمد بن سالم الشبيبي والمركز الرابع هناك يقرب لنا بذوم عدسات الهجانة السلطانية المركز الرابع والخامس التواجد من هملول في المركز الرابع لعلي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الخامس هناك شاهين لحمد بن راشد المحروقي يا سلام خلكم هنا متابعين مراقبين ماذا يحصل في هذه الأمتار الأخيرة 2 كيلو متر ما تبقى عن عمر الشوط قطعنا 6 كيلو متر والصدارة كانت مع النجم وما زاله يعبر من استارت 2 كيلو متر النهائية والصدارة عنده ولكن ننتظر شاهين أشوف عند علوم ثانية الله 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 يا سلام يا سلام النجم مع الصدارة حمود محمد بن سعيد الحارثي والمركز الثالث الثاني هناك شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز الثالث هناك شاهين اذياب بن محمد بن سالم الشبيبي يا سلام أتأكد في تغيير على المراكز الرابع والرابع ما زال هملوا المتواجد في المركز الرابع علي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الخامس هناك شاهين لحارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن هناك هناك السيطرة 1500 متر ما تبقى كيلو ونصف الكيلو من خط النهاية ونجم مع هناك مع جمهور ومشجعين نجم على الصدارة نجم على المقدمة الله 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 هذا هو نجم يفتت حمتار الكيلو المتر الأخير بعد لحظات الله يا سلام 1200 ما تبقى عن خط النهاية والقيادة مع نجم الملاحقة من شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز الثالث ثالث المراكز هناك قدوم من هملول قدم تحرك هملول علي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الرابع هناك مع شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي ولكن العودة عند لايحد كيلو متر نهاي الله 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 تحرك للنجم صدرة الأوامر المباشرة من نجم الله 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 حرك النجم راح راح حمود بن محمد بن سعيد الحارفي مع النجم يا سلام هذا هو النجم على الشاشة ولكن تحرك شاهين شاهين هناك قادم شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي في المركز الثاني المركز الثالث والتواجد من هملول لحمد بن علي الحبسي ولكن نجم خلاص الشوط مع نجم قام راس وينتهي راس يا الله 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 هذا هو نجم على الصدرة على المقدمة مع المركز الأول يا سلام بقيادة حمود بن محمد بن سعيد الحارفي هذا هو النجم نجم الموسم الله 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 المركز الثاني هناك شاهين لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي ولكن جميع العدسات والمتابعين خلكم مركزين مع النجم هذا هو نجم يصل إلى الحزام الأخضر أمام المنصة الرئيسية 200 متر النهائية الفاصلة عن خط النهاية التي هناك نزف فيها من الآن التهني نقول سلام سلام إلى الشرقية سلام إلى المضيبي وسلام يا ميدان المشرف على هذا الفوز شكرا يا من قدمت لنا النجم في هذا الشوط شوط الختام حمود بن محمد بن سعيد الحارفي تهانينة والناموس هذا هو هناك موقع الشاطر بلقطاته الجميلة شكرا يا موقع الشاطر الإلكتروني على هذا اللقطات الجميلة عند خط النهاية والمركز الثاني وصل أهملول علي بن أحمد بن علي الحبسي المركز الثالث كان شاهين لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز الرابع رابع المراكز وهناك مع شعار الشاهين اذياب بن محمد بن سالم الشبيبي شكرا يا مالكي نجم قدمت نجم لجمهوره ومشجعين التهنية لحمود بن محمد بن سعيد الحارفي في هذه اللحظات أشكر جميع اللجان العاملة والمتواجدة معنا في هذا الكورنفال منذ يومين لجان الاتحاد العماني لسباقات الإجن لجان الهجانة السلطانية المواقع الإلكترونية تلفزيون سلطانة عمان وزارة الصحة شرطة عمان السلطانية شكرا إلى الجميع عزائل المشاهدين عزائي المشاهدين متابعين الكرام كنا معكم في يومين متتاليين على أرضية ميدان فلي في هذا السباق المتجول في محطاته بين ولايات السلطنة الذي دائما يأتي دعمه من مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نقدم له الشكر والتحية أبناء عمان أبناء قابوس الخير على هذا الدعم المتواصل على جميع مياديننا السلطنة فهكذا وصلنا إلى ختام هذا المهرجان إلى ختام هذا الكرنفال هذا العرس التراثي بشوط الزمول وهدير الزمول من مسافة ثمانية كيلو متر هناك أذهب مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة مع شاهين إذياب بن محمد بن سالم الشبيبي على المركز الأول ولكنه ينخطف من يحمل هناك الله هذا هو النجم نجم 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 صاحب المرشحين هناك الكل يرشح النجم حمود بن محمد بن سعيد الحارثي وهناك يقود لنا نجم في هذا الشوط أما المركز الثاني فالتواجد هناك من شاهين حارب بن حمد بن راشد المحروقي والمركز الثالث هنا القدوم من هملول علي بن حمد بن علي بن عبدالله الحبزي والمركز الرابع هناك من يحمل رقم اثنين شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الخامس التواجد من يحمل رقم عشرين شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز السادس هنا السادس المراكز وغير مدون في كشف البيانات والمركز السابع يحمل رقم ستة اللي هو شاهين لحمود بن رغش بن سالم العويسي ولكن العودة إلى الصدارة العودة إلى المقدمة وهناك الصدارة والمقدمة يا سلام أذهب مع هناك مع الزمول فحول المستقبل الله يا سلام بنوك المستقبل الله 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 الصدارة والمقدمة هناك مع جمهوره النجم يا سلام القادم من ميدان المشرف في ولاية المضيبي هناك مع حمود بن محمد بن سعيد الحارثي قدم لنا النجم لأن جمهور النجم كل المعشاق والمطالبين بنجم أن يتواجد في هذه المحافل الكبيرة صاحب الإنجاز قبل أسبوعين على أرضية ميدان ولاية صحم المركز الثاني وهناك شاهين ومحمد بن سعيد بن حزيمي العويسي يا سلام المركز الثالث ثالث المراكز هناك شاهين حارب بن حمد بن راشد المحروقي والمركز الرابع هملول تواجد في رابع المراكز علي بن حمد بن علي بن عبد الله الحبسي قدم لنا هملول راعي الإنجازات وراعي السيارات يا سلام المراثون قريب يا أبو علي هذا صاحب السيارة في 17 كيلو متر بالعام الماضي الله الله المركز الخامس وهناك شاهين اذياب بن محمد بن سالم الشبيبي من قدم لنا ذي شاهين الله في المستوى الخامس ولكن العودة مع النجم نعود إلى النجم هناك مع الصدارة مع المقدمة الله 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 النجم النجم احمود بن محمد بن سعيد الحارثي الله من قدم النجم من تابع النجم من وصل النجم إلى هذا المستوى السلام ولكن المركز الثاني الله 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 هناك بهذه العدسات الجميلة التابعة للهجانة السلطانية مع المبدع المصور من الهجانة السلطانية ياخذ لنا لقطات جميلة في هذا الشوط شوفوا كيف الثلاث في موقع واحد بتقدم بسيط من شاهين لمحمد بن سعيد بن حزيمي العويسي وصل هناك هملول هملول وصل إلى ثالث المراكز لعلي بن حمد بن علي الحبسي والمركز الرابع هناك شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الخامس هناك نتراجع قليلا حتى نتجول بهذه العدسات الجميلة المتابعة لهذا الاحتفال وهناك التواجد من شاهين حارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن أذهب facilitating مجرد اذهب إلى المقدمة اذهب هناك مع من هناك على الصدارة المسيطر على المركز الأول على التحدي الأول على القمة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذا هو شاهين هذا هو نجم نجم يا سلام على هناك على الصدارة وبالفعل نجم يلمع في السماء وهذا النجم يلمع على أرضية الميدان روح يا مالك نجم روح يا مشجعين نجم وجمهور نجم الله 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 حمود بن محمد بن سعيد الحارثي من قدم لنا نجم ولكن يا راعي نجم هناك شاهين وهناك هملول والشوط في خطر والمسافة ثمانية كيلو متر أول افتتاحية الثمانية في هذا اليوم الله 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 المركز الثاني مع شاهين محمد بن سعيد بن حزيم العويسي والمركز الثالث الذي متواجد هملول لعلي بن حمد بن علي الحبسي والمركز الثالث المركز الرابع هناك شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي في رابع المراكز والمركز الخامس شاهين لحارب بن حمد بن راشد المحروقي هذه هي الخمس الذي اكتفي بها النداء وعودة مع النجم حتى العدسات كلها تكون مراقبة النجم لأن وسائل هناك النقل كلها تتابع نجم وهناك المواقع الاجتماعية تواصل الاجتماعي هناك ينتظرون نزول الروابط والأسماء الفائزين وجمهور نجم ينتظر هذه اللحظات اللحظات الذي تبقى في هذا الشوط ونجم هناك مع القيادة النجم مع الصدارة النجم مع الصدارة يا السلام بقيادة عمود محمد بن سعيد الحارثي هناك الله الله القادم من المشرف من ميدان المشرف في ولاية المضيبي المركز الثاني الذي تواجد فيه شاهين محمد بن سعيد بالحزيمية العويسي المركز الثالث شاهين لدياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الرابع هناك هملول لعلي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الخامس بعيد ولكن تواجد شاهين لحارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة أعود مع النجم النجم مسيطر النجم يتفنن على الصدارة يبدل على يمينه وعلى يساره الله 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 النجم هناك يا سلام ممثل المشرف قدم لنا مع النجم وقدم لنا النجم في شوط الختام في ختام هامسكة هناك حمود بن محمد بن سعيد الحارثي مالك نجم ومضمر نجم الله يا سلام أما المركز الثاني فهناك لا يقل همية من هذه الأسماء الكبيرة وهناك تواجد شاهين لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي يا سلام ابن مضمر شذى والشاهينية التي فازن في أشواط الحول من الثمانية المملوكات للهجانة السلطانية مع المتابع هناك سعيد بالحزيمي العويسي يا سلام وها هو قدم لنا هذا الشعار شاهين للمملوك لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي قادم من جعلان أتالي المشاركة هنا في هذه الأشواط أشواط الكبار أشواط العمالقة ولكن شاهين هناك ذياب بن محمد بن سالم الشبيبي في ثالث المراكز والمركز الرابع هملول علي بن أحمد بن علي الحبسي تواجد في المركز الرابع المركز الخامس خامس المراكز وهناك مع شعار المحروقي شاهين أحارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن العودة إلى الثلاث الذي زان بهن اللقاء الثلاث الذي يتحد الله 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 القوة والأثار نجم وشاهين وشاهين الله يا سلام ميدان جعلان وميدان المشرف وميدان الفتح الله 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 هذا هو نجم ما زال مسيطر على المركز الأول مع القيادة الأولى مع الريادة الأولى الله يا نجم روح يا نجم روح والسيارات كلها تتابع نجم الله 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 نجم والمالك حمود بن محمد بن سعيد الحارثي أما المركز الثاني وهناك شاهين محمد بن سعيد بالحزيم العويسيا سلام المركز الثالث وهناك التواجد من شاهين لدياب لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي والمركز الرابع هناك يقرب لنا بذوم عدسات الهجانة السلطانية المركز الرابع والخامس التواجد من هملول في المركز الرابع لعلي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الخامس هناك شاهين لحمد بن راشد المحروقي يا السلام خلكم هنا متابعين مراقبين ماذا يحصل في هذه الامتار الاخيرة اثنين كيلو متر ما تبقى عن عمر الشوط قطعنا ستة كيلو متر والصدارة كانت مع النجم وما زاله يعبر من استارت اثنين كيلو متر النهائية والصدارة عنده ولكن ننتظر شاهين اشوف عند علوم ثانية الله 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 يا السلام يا السلام النجم مع الصدارة احمود محمد بن سعيد الحارثي والمركز الثالث الثاني هناك شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز الثالث هناك شاهين اذياب بن محمد بن سالم الشبيبي يا السلام اتأكد في تغيير على المراكز الرابع والرابع ما زال هملوا المتواجد في المركز الرابع علي بن احمد بن علي الحبسي والمركز الخامس هناك شاهين لحارب بن حمد بن راشد المحروقي ولكن هناك هناك السيطرة 1500 متر ما تبقى كيلو ونصف الكيلو من خط النهاية ونجم مع هناك مع جمهور ومشجعين نجم على الصدارة نجم على المقدمة الله 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 هذا هو نجم يفتت حمتار الكيلو المتر الأخير بعد لحظات الله يا سلام 1200 ما تبقى عن خط النهاية والقيادة مع نجم الملاحقة من شاهين محمد بن سعيد بن حزيمي العويسي والمركز الثالث ثالث المراكز هناك قدوم من هملول قدم تحرك هملول علي بن احمد بن علي الحبسي والمركز الرابع هناك مع شاهين لذياب بن محمد بن سالم الشبيبي ولكن العودة عند لايحد كيلو متر نهايي الله 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 تحرك للنجم صدرة الأوامر المباشرة من النجم الله 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 حرك النجم راح راح حمود بن محمد بن سعيد الحارفي مع النجم يا سلام هذا هو النجم على الشاشة ولكن تحرك شاهين شاهين هناك قادم شاهين محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي في المركز الثاني المركز الثالث والتواجد من هملول لحمد بن علي الحبسي ولكن نجم خلاص الشوط مع نجم قام راس وينتهي راس يا الله 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 هذا هو نجم على الصدارة على المقدمة مع المركز الأول يا سلام بقيادة حمود بن محمد بن سعيد الحارفي هذا هو النجم نجم الموسم الله 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 المركز الثاني هناك شاهين لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي ولكن جميع العدسات والمتابعين خلكم مركزين مع النجم هذا هو نجم يصل إلى الحزام الأخضر أمام المنصة الرئيسية 200 متر النهائية الفاصلة عن خط النهاية التي هناك نزف فيها من الآن التهني نقول سلام 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 إلى الشرقية سلام إلى المضيبي وسلام يا ميدان المشرف على هذا الفوز شكرا يا من قدمت لنا النجم في هذا الشوط شوط الختام حمود بن محمد بن سعيد الحارفي تهانين والناموس هذا هو هناك موقع الشاطر بلقطاته الجميلة شكرا يا موقع الشاطر الإلكتروني على هذا اللقطات الجميلة عند خط النهاية والمركز الثاني وصلها ملول علي بن أحمد بن علي الحبسي المركز الثالث كان شاهين لمحمد بن سعيد بالحزيمي العويسي والمركز الرابع رابع المراكز وهناك مع شعار الشاهين ذياب بن محمد بن سعيد الشبيبي شكرا يا مالكي نجم قدمت نجم لجمهوره ومشجعينه التهنية لحمود بن محمد بن سعيد الحارفي في هذه اللحظات أشكر جميع اللجان العاملة والمتواجدة معنا في هذا الكورنفال منذ يومين لجان الاتحاد العماني لسباقات اللجن لجان الهجانة السلطانية المواقع الإلكترونية تلفزيون سلطانة عمان وزارة الصحة شرطة عمان السلطانية شكرا إلى الجميع